تلقى نائب رئيس التحرير المدير الإداري سليمان الجرل أمس أهداء من أبناء المرحوم النوخذة عبدالوهاب عبدالرحمن العسعوسي وجاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس التحرير في مكتبه سعود العسعوسي ممثلا عن أبناء النوخذة الذي أهداه نسخة مجلدة من كتاب رزنامة النوخذة عبدالوهاب العسعوسي يذكر أن الرزنامة من أعداد وتحقيق دكتور عقوب الحج وتتضمن 11 سفر من سفرات النوخذة العسعوسي الذي كان شديد الحرص على تسجيل جميع رحلاته والاحتفاظ بها وتمتاز هذه الرزنامة التي أصدرها مركز البحوث والدراسات الكويتية بتعدد الرحلات التي تتضمنها وتنوعها وتظهر مدى قدرة النوخذ العسعوسي على القيادة وتمكن من فنون الملاحة والإلمان بطرق السفر والموانئ الكبيرة والصغيرة التي كان خبيرا بمسالكها ومياهها وتياراتها في مختلف المواسم